وآخرا وزارة تربية الوطنية تعلن عن نسبة النجاح في الباكالوريا والتي قربت الخمسين بالمئة لكن ديوان الامتحانات يواجل الفرحة إلى غاية الثامنة ليلا ما سيدخل المطر الشحن في دومة الخوف والترقب والساعة الطوال تحرق العصاب أكثر وأكثر نتائج الباكالوريا هذه السنة مفاجئة بقدر مفاجأة الامتحان نفسه فضائحه صنعت الحدث وتسريبة المواضيع أربكة المطر الشحن والوزارة على حد سواء وفتحت باب الخلاف من جديد بينها وبين شركائها الاجتماعيين نحن كنا مع الطرح الثاني وهو عدم إعادة الباكالوريا وقلنا بأن التلابذ لا يتحمل من مسؤولية الكبار الدورة الجزئية للباكالوريا زادت هي الأخرى من مخاوف المطر الشحن من تكرار الفضيحة وخيار الوزيرة بنغبريد كان الاستعانة بنظيرتها وزيرة البريد لقطع شبكة الانترنت عن كل الجزائريين يتضيف لي شعات الواردة من قاعة التصحيح هي الأخرى مزيدا من الضغط النفسي على المترشحين الجديد في دورة الباكالوريا المثيرة للجدل أنه من تورط في تسريب الأسئلة كان نفسه دوان الامتحانة والمسابقات ولحد الساعة التحرية جارية والقضية لم تغلق بعد وكما كان متوقعا الشعب العلمية تصدرت الشعب الأكثر نجاحا والشعب الأدبية كانت في ذيل الترتيب رغم أنها غير معنية بدورة الباكالوريا الجزئية نتيج تتطابق وتوجهت الحكومة الرامية إلى إعطاء الاعتبار للشعب العلمية باعتبارها أولى الخطوات لتحسين المنظومة التربوية موسيقى